موسيقى اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بتابعونا بشوفونا على شاشة القارات الأولى والفضايا المصرية من التلفزيون المصري حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمك أكلة أم النهاردة خليها سمك أطفال كتير وفيه برضو بعد كبار السن يقول لك والله يا شيف مغازي أنا مش باكل السمك بس مع شوية جنباري كريزبي مع جبنة جنباري مقلي جنباري بتعم سميسي طبعا بنضعف ونأكل 3-4 كيلو وقولك في الآخر مش باكل سمك معنا جندفل النهاردة وبلح البحر مسمياته كتير وتفاصيله كتير ده بلح بحر موجود معنا ده بيجي تصدير للأمانة هنعملوا مع بعض النهاردة محشي هيتحيش النهاردة رز بخلطة لطيفة خلطة ريزيتو اللي هي المطبخ التلياني هنشوف نعملوا بترية جديدة النهاردة إزاي نريحه من موضوع الكوزبارة والاسكندراني اللي احنا متعارف عليه معنا التونة يعني أم جسري يعني الأطفال الحلوين اللي واخدين أجازة بنعلق أم جسري يعني ودعا للزهايمر لكبار السن أنا كلها النهاردة مع الخضار بترية لطيفة وجميلة وتبقى الصفرة بتاعت كده مكتملة فيها جنبالي كريزبي بعالجبنة أو مع الكاتشاب أو مع المايونيز أو مع التومية معنا جندفل بترية جديدة النهاردة وطبق المكارونة فيه طبعا تشكيلة من الخضار أصبحت الصفرة متكملة بفكر طهوي جديد مش عايز تول حضراتكم لأنه عندي شغل كتير للأمانة النهاردة وعايز أعمل حلقة إبداع فخناها ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير وبعد الفاصل معلومة غير معلومة وخليها سمك النهاردة ولكن الطعم طعم تاني أوه هتراحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيرة ولكن المطبخ هيكون له طعم تاني النهاردة ومختلف إحنا متعودين على أكلة السمك بيكون مشوي مقلي صواني سنجاري الحاجات اللي احنا عارفينها ولكن لما يكون معنا النهاردة بلح البحر نعمله بطريقة جديدة بالتأكيد هتعجب ولادنا وأطفالنا اللي دايما بيعترضوا على السمك بما أنه هو في مشاكل مع الحسك أو الشوك الميادير على الشاشة جندفلي أو بلح البحر أو عرايس ده المسميات بتاعته حسب المنتج يعني اللي معايا ده بلح بحر الجندفلي اللي هو بيبقى جندفل اسكندراني أو بتاع السويس أو الإسماعيلية أو العرايس الصغيرة بتاعت اسكندرية احنا عارفينها الألوان بتختلف بلح البحر ده أبدا بيبين للسواد والخضار موجود معانا معانا رز الرز اللي معانا لحبة عريضة حاجة زي الرز رزيتو كده معانا طبعا بهاراتنا ملح وفلفل وثوم كوزبرة خضرة قليل من الشبت وتعالوا نشوفه نعمله مع بعض إزاي حلو قوي اللي يهمني من قبل ما أتكلم في الأكلة تفاصيل بلح البحر إزاي نشتغل فيه بلح البحر من الإشريات اللي هي طبعا عارفين الاستاكوزا وعارفين الكابوريا وعارفين الجنباري دي كلها عيلة الإشريات في البحر عيلة الرخويات اللي هو الحبار والسبيت والكالماري دي رخويات الأسماك عندك بقى اللي هو البوري والبولتي والوياد والبربوني والهمور والمرجان كل ده سمك الإشريات دي لازم التعامل معها بحذر شوي لأنها بتبقى قريبة للرملة الرملة 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 دي بتخش جوه باية البلح البحر تبتعمل لنا مشاكل مع طبع الشربة مع أي أن كان هنأكله فطبعا الرملة بتبوز للطعم خالص فإزاي نتخلص منها بطريقة لطيفة كده بنحضر بلح البحر ده للتشغيل سواء هنعمله مع الكوزبرة طرق اسكندراني سواء إن إحنا هنعمله بالكحينة سواء هنعمله محش دلوقتي على طريقة لطيفة وجميلة هتحبوها حضراتكم تعالوا نشوفها نعمله مع بعض إزاي إحنا خدناه بالشكل ده كده حلو بنعمل محلول حمضي إيه محلول الحمضي عمشيه في مية بملح بلمون مية بملح بلمون ونلقع فيه بلح البحر ده شوية كده عشان نتخلص من الزفارة خلص من الرمله في نفس الوقت ده بتجاب في أكياس تصدير بتشوف تاريخ الصلاحية وإنت بتجبينه ممكن يكون سعره غالي شوية ولكن ههو يوم في الأسبوع يوم في الشهر حاجة جديدة للأولاد علشان يحبوا السمك حلو الكلام نجاهز المحلول الحمضي بتاعنا بتراشي كده زي الفل بولة اللهم صلى على النبي بنحط فيها شوية ملح تحضير يعني شوية ملح صغرين شوية فلفل كده مع بعض عصر الليمون ده التحضير علشان أبدأ أحشيه وعصر الليمون ومعاليه تخلص غير حلوة ليه عمش شيف عملت كده عشان أي زفارة أي رملة في بلح البحر ده لأن أنا هحشيه دلوقتي بخلطة كده رز مع خضرة هنشوف نعمله مع بعض إزاي بناخد مية مغلية لازم تكون مغلية يا شيف يفضل تكون مية دافية ومغلية يعني زي الفل كده أنا بحضره بقلب ده وتأكد أن كله مع بعضه زي الفل طبعا ده جاهز هوا زي الفل معايا بتخسليها وبتجيب الكيس من أي سوبر ماركت طبعا بيبقى موجود في السوبر ماركت الكبيرة عشان برضه نريح نفسنا لما نحب نشتريه تخلي بالك بناخد المحلول ده كده وبنسقطه عليك كده زي الفل ونخليه شوية كده على جامع دي مرحلة أولى حلوك كلام حلوك لغاية كده احنا فهمين فيه طاسة على النار بنجهز الحشوة بتاعتني الحشوة اللي هي عبارة عن هي عم الشيف عبارة عن زيت زيتون مكعبين من الزبدة زيت زيتون في طاسة شديدة الحرارة مع مكعبين من الزبدة اللهم صلى على النبي بسم الله الرحمن الرحيم بصلة يا نعمة دي الحشوة بتاعت بلح البحر والبصلات كل نعمة جدا مش عايزين نشوفها في الحشوة بصي توم لطيف وجميل الله البوتجاز بتاعنا ينضف أول بول عشان الصورة الحلوة تباني على الشاشة ولما تقولي خليها سمك النهاردة تحط في الاعتبار تعمل السمك اللي أولادك بيحبوه ضيوفك بيحبوه ما عملش السمك سبيسي وقل هو ده اللي أنا عملته خلاص على اساس ان الجوزك بيحب اللي سبيسي يكون راضي عنك لا لازم كمان ترضي الأولاد وترضي ضيوفك ده مهم جدا اهو بص الله يتاخد لون كده مع زبدة مع زيت زيتون الأكلة دي بريئة من الكمون والكزبرة خلي بالك بريئة من الكمون والكزبرة بلاه الكمون والكزبرة إيه البهارات بتاعتك عمشيف شوية ملح شوية فلفل شوية بابريكا لأن الكمون والكزبرة هيخطف الطعب وهي ودينا سكة تانية أدي بابريكا سنة من الكوركم صغيرة والملح والفلف احنا وقفين كده ريئين وزي الفل اهو تمام بهارت البصلية بتاعتك شوية زعتر حلوين كده كده البصلة جاهزة بنزل عليها بالرز اللطيف الجميل الرز ده ممكن يكون رز عريض أو رزته والرزته سعر غالي شوية فالرز المصري بتاعنا بيحل مكانه بما أنه غاني بالنشويات والكاربادرات الله اهو الرز ده بيستوي تلت تربع سوى الربع التاني بيكمله جوه بلح البحر اه شفت حبات الرز بدعت إنها هي لونها يتغير ازاي وطعمها يتغير اه معايا مايا بتغل على النار البوكي جارني بتاعي اللي معنا كل يوم يكون جاهز معنا كده اه عبارة عن مية جزر كرافس بصل توم ده يومي معايا بقلب كده اهو شوية الرز زي الفل والله عندك بقى سمكاية حلوة جوزك صياد وجبنا راس السمكة وديل السمكة غلناهم في مية وخدنا الشربة بتاعتهم تبقي انتي احسن من الشيف المغازي البيون بتاع السمك ده بيكون موجود دايما عندك عندك اه روس سمك بشايلها في الديف الريزة بتطلعيها ده مهم جدا على فكرة اه عندك اشر جنبري تطلعيه وغليه وخدوا المية بتاعته اه شوية الرزة انا حضرتهم كده زي الفل الطعم سبق الشكل عندي ماء بيغلي هاخد منه كده اللهم صلى عن نبي ايه يلا تلتة اربع سوا تلتة اربع سوا زي الفل تمام ونقلب الرز ده كده ونخليهم على جنب الله ما صلى عن نبي معنا الشبط الحرامي تخلي بالك ده ما تكتريش منه كتير سن صغيرة كده في قلب الرز بيدي طعم حلو قوي لو حطنا كسبرة وبقدونس بقى محش هو شبط بس سكة الفرايتسي الشكل ده كده اه اتمن هنمسح الجريلة بتاعتنا ونحضر ازاي نحش البلح البحر صنية زي ده كده ونروى وقديني دي كلها ونشيلها الله ما صلى عن نبي الرز جاهز هنا بتجيبي معلقة لطيفة كده وتبدأ ايه تحشي بلح البحر اه طرقة جديدة ولكن الطريقة المعتادة اخواننا في اسكندرية والسواحل البلح البحر ده والجندفلي تومة كسبرة خضرة او كرفس مع شوية كريمة لباني مع شوية بوهرات من الملح والفلفل والكسبرة اردن فلفل حارس بايسي بيبقى بالطريقة اللطيفة اللي احنا عارفانا خلوا بقى لكم دي الطريقة المعتادة الرز جاهز هنا اه زي الفل الله شوية الرز لحيتهم حلو اه عارفك سنة الشابط اللي حطيتها قلبة كيانه الله لازم نطعامه بزبدة شوية احنا طبعا هنعمل ايه دلوقتي شوية الرز دولت في مسلا يقولك من جور الساعات بيسعد بلح البحر بيبقى جواه كده لوزة حلوة قوي موزة حلوة قوي فص حلوة قوي هنشوفه مع بعض دلوقتي اه حاتة الزبدة في قلب الرز كده بتطريق زبدة مش سامنة يا شافي خلي بالك هناخد الرز ده كده الله الله اه هتقوله شوية مية تاني كمان واعلبه كده زي ما بتعمل الرزوت بالزبط الرزوت احنا بنحط له السائل بتاعه سواء بالفراغة او بالجنبارة او باللحمة بنقعد نقلب فيه كده غيرت لما يديني النشويات بتاعته اه مش مطلوب ان الرز ده يكون مفلفل خلي بالك اه ولازم يكون الرز مصري ما ينفعش رز باسمتي خلي بالك اه هناخد الرز ده كده بطريقة دي كده اه منجهز بعضينا كده حلو او الصينية دي لاتخش الفرن بنعمل ايه عم الشيفة بنحطها هنا ونحط فيها شوية زيت زيتون دي اللي انا هقلبها في الطبقة بقى وقدمها للضيوب بتوي شوية زيت زيتون حلو او شوية بقدونس حلوين كده برزنتيشن يعني هنشوفه في الاخر مع بعض اما نقلب الحلة دي في قلب الطبقة اللي هنقدمه للضيوب بتاعنا خلي بالك حاجات دي مطلوبة يعني معاي قرد نفلفل حلو ازا ده كده اللهم صلى عندي شوية الرز بخلوهم على النار هادية كده عايز انا عامل شكل حلو كده انا عارف ان البلانشة اللي هنا احمر اه حابة الفلفل الحلوة انا قطعتها دي كده بحطها في قلب الصينية اللهم صلى عندي هو ده شفت الشعوة دي شقوة مطبخ بسموها حلوة هعمل يعم الشيفة باخد بلح البحر ده كده شط الرز الحلوين بتوعي واقف السلة كده اه الله هو ده هو ده هو ده والمعلقة الحلوة اللطيفة بتاعتي بسم الله الرحمن الرحمن وايخد بلح البحر من قلب المحلول الحمض اللي انا عامله التفاصيل هنا مخرجنا الجميل حبيبي حبيب هارتي اه اه العب معايا بقى لا احنا معنا كتير خلي بالك معنا واحدة واحدة وتانية اه 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 حاضر اه احنا التفاصيل هنا اه شفت الزغلول الحلوة لجوه ده كده هو ده ده اللي انا عايزه قالك من جور السعيد يسعد اه بنحط على كده ونقفل كده اه تاني اه مع بعض اه تكنيك عالي من الخبرة الطهوية اه 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 ونحط كده اه تاني نهد النار هنا شوية عناي حاضر والله العزيم هنعمل لك اللي انت عايز الوان اه بقط النار بس عشان مش عايز ده يتحرق زي الفل ونبدأ كده اه شفت الجو ده كده اه تاني اه حاجة جديدة هتويني اشوف ابو غاز انت بلك طويل احنا عندنا وقت للكلام ده مهم ما شوية فرايد رايز كده هيتحمره مع بصلاية خضرة حلوة وبعد كده ناخد الجندفل ده مع كسبرة وتومة في قلب النار ونشوحه مع شوية ايه اه كريمة لبانية وفلفل حار وخلاص ماشي ايش هيقول لا بس التغيير حلو يا ست الكون والتغير مطلوب ايه المشكلة ان احنا نعمل اكلة جديدة بطعم جديد بشكل جديد اه برضو للتفاصيل الصغيرة للفلاسفة اللي ممكن يقول لك يا شيف يعني هياخد وقت كبير مننا واسبو محش ايه رايك مش كل يوم نعمل محش كرومب ومحش وراء عنب طبعا السبوري انا عايش مع بلح البحر بالطريقة اللي حضرتكم شايفينها بالشكل ده كده مخرجنا عايز اشوف الصورة الحلوة لان انا معايا وقت كبير خلا ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير بعد الفاصل هنرجع لطبق مكارونا غني بأم جسري يعني وداعا للزهايمر سواء للأطفال او كبار السن معانا كمان جنباري كريزب النهاردة جامد جدا مع التومية المايونيز كاتشاب حسب الرغبة اهو هتروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل اشتركوا في القناة برجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل الصغيرة لعمل طبق من بلح البحر بشكل جديد طعم تاني نقول خبرة طهوية نقول بتحب تعمل حاجة في مطبخك حاجة جديدة حلوة فيه تاني هنا مفيش تاني يا شافية ده بتدور مفيش حاجة بفاشي خلص خلصه تمام نروع ده كده الشوئات الروز دولت خلي بالك ما تفرطيش فيهم ناخدهم هنا اعمل كده جو ده حل خلي بالك العود البقدونس اللي انا فرمته حطيته فرديت الحلة وفرديت التاصل مع فلفل احمر ده انا عايزه بالشكل ده كده حاجة جديدة يعني معايا فلفل كده باخده تاني اول خلي بالك ده عشان لما نغرف الطبق ده للضيوف يبقى شكله حلوى تبقى لوحة فنية خلي بالك اللون اللاصمر بتاع بلح البحر ده انا عايز ايه اسيطر عليه شوية باخد دول كده مخلوطين بقليل من البقدونس واعلبهم كده شوفت انا بعمل دي هزا اكتبه شطورة كده في المطبخ زي ما انا شغال واخد ده كده عمش شيف اوه ده العب يا السمك اه ناخد ده عمش شيف زي ما هو كده السرية دي زي ما هي كده مع شقشاء مية صغير مع ورقة زبدة وهندخانهم الفرن ادي عمش شيف عشر دقايق في نار هادية عشان الرز هنا تلت تربع سوا يكتمل سواه داخل حبة بلح البحر مع الفص اللوز اللهم صلى عنك اهو ما تحط مية بقى وتحط الشيشية المية ما تحطوش فوق كده عالوش لأ زي ما انا بعمل كده اهو في جنب كده خلي بالك اهو ست الدنيا تبه يدوق معاك كده اهو يلا كل يوم محش كرمب كل يوم محش ورا عنب بس خلوس ما انا عايز شوية البهريز دول خلي بالك ورقة زبدة اللهم صلى عالنبي اخبار الفرن ايه درجة حرط الفرن عندي مية وتمانين اللهم صلى عالنبي واندخلهم الفرن ورقة فويل كده تمسيك للحاجة دي عمش ازغلتها كلها فويل دي على الامانة دي كفاية 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 تعزيز وشأة اهو ده على فين يا عم الشيف ايه يا الله بينا عايزة بخاري يطلع اهو ده دي مكانها فين يا غالي مخرجنا الجميل بالله عليك كل مكانها فين والله لو قلت الطبع ده بعد ما يخلص اغرفه اجيبه لغاية عندك الله عليك مدراسة مدراسة اه ده ما يتحطيش فوه مش جلتان ده ما ايش جبنة موزرلة اهو ده اهو اهو ولازم الفرن تكون درجة حرارته اه اقفله طيب حقا تمام درجة حرارته الفرن هنا تكون قليلة جدا علشان انا عايز الرز يكمل سواه داخل حبوب او داخل اه بلح البحر او الفص اللي بتاع بلح البحر انا هعمل دلوقتي مع حضراتكم كده شوية جمباري كريزبي جمباري ده هنليف الزيت نقدم معاه تمية نقدم معاه مايونيز نقدم معاه كاتشاب حسب الرغبة الميادير على الشاشة جمباري لحم زي الفل توم عصير ليمون زبدة هنحتاج لها بعدين بالشكل ده كده تعالوا شوف هنعملوا مع بعض ازاي مع المسترده اكيد اول حاجة هعملها هتابل الجمباري بس قبل ما هتابل الجمباري هتتكلم عن شوية تفاصيل في عمل الجمباري كريزبي نعمله ازاي مع بعض الرجالة اللي تحب تخشوا المطبخ وتشارك ازواجهم بالواجلهم تحية كبيرة مهم جدا انك يكون عندك يوم اجازة في الاسبوع ايه المشكلة لما تخش المطبخ تشارك المدام في عمل اكلة سمك حلوة الجمباري ده جمباري في منه المجمد بيبقى موجود في اكياس وفي منه طبعا بيتجاب اش خير مزارعنا اللي بنصدره للدنيا كلها سعره في متناول الجميع بنتنظف ظهره بتشيل عرق الرملة وبناخد الجمباري الحلو ده كده بنرفع الرأس منه والديل منه عشان الاطفال الحلوين بيخافوا من الرأس والديل يبقى جمباري صافي كده زي الفول ونشوف ازاي نقليه مع بعض كريزب لطيف وحلو تعمليه سندويتش اهلا وسهلا تكليمه عشوية الرز اهلا وسهلا تحطيه مع طبق المكرونة اللي عمله بالتونة دلوقتي اهلا وسهلا الجمباري معي الجاهز هنا زي الفول النظافة حتما تكون معانا على طول اول بول وخاصة لما يكون المطبخ سمك ليه مش بتحبوا تعملوا السمك في البيت لانه بتبقى الدنيا كركبة بالعكس اهلا انا عملت الطبق اهلا تخلصتنا في الفرد هيتقدم هنشوف نقدمه مع بعض ازاي وهعمل دلوقتي الجمباري بتاعي حلو اهلا اول حاجة هعملها هجيب السكينة وورر لحضراتكم حاجات كده لطيفة واحنا شغلل مع بعض سكينة صغيرة مخرجنا الجميل حبيب هارتي اهلا نيجي على الجمباريه ونشوف ضهره اهلا اه اه بص دهر الجمباريه بالشكل ده كده اه 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 الجمباري ده جاي نضيف هو كده اه ده مجمد عشان نبواطحين مع بعض في منه الطازة هو كده جاي في الكيس نضيف لو هو مش نضيفه تبتشيك عليه ده الطبيعي عشان عرق الرملة اللي هنا هيقل من مزاجك طبعا وهيبوز الموت خاصة اللي هو هتقليها وتشويه بيبقى رملة كده تحت السنان كأنه ببر زلط اه شفت الجمباري زي الفل معنا الجمباري ده بتحصل فيه مشاكل اللي عم بشيف معنا التوبنجي بتاعه لما نجي نقليه في الزيت بيسم منه اه لما بنيجي نقلي جمباري في طاسة او في زيت غزير بنلاقي الخلطة بتاعت الجمباري سابت من الجمباري راحت في سكة والجمباري قدامنا كده من غير خلطة فبناز عنا فانا عايز الخلطة بتاعت الجمباري هي تبقى كرزبة وافشة فيها اعمل ايه شوف التفاصيل معايا هنحط فاصة توم حلوة زي الفل مع فاصة توم ده عم تشيف قليل من المستردى اللي هو الخردل الخردل والمستردى موجودة في السمر ماركة انواع واشكال فيه منها حبوب الخردل اللي هي بتبقى فيها لون كده زي حبة عين السمكة وفيه بعض منها بيبقى معجون زي اللي معانا ده كده الملح هنا هيكون قليل خلي بالك ليه عم تشيف لان الاسماك اللي بتيجي مجمدة بيبقى فيها قليل من الملح فحط في الاعتبار ان الجمباري هنا ما تحطيش فيه ملح اعتمد على الملح اللي هتقدميها والسوس اللي هتقدميه جنبه شوية الكركم بابريكا وشوية زعتر مع فلف خلي بالك المستردى مهمة جدا المستردى وعصير اللمون هيشلك الزفارة اذا كانت موجودة في الجنباري وهدي الفلفل والملح عندك باب التلاجة باب الفريزر باب المطبخ توسي جوزك كده ولا وخطه حلوة ماشي وتكتبي جملة لطيفة ممنوع منعا بتن بالبنت العربي كده وبالخط العربي ممنوع منعا بتن اضافة اي مادة دونية في حالة لما اجا اعمل اي حاجة مقلية بنيه فراغ بنيه جنباري بنيه جنباري كريزبي سمك بنيه اسكالوب بنيه اسكالوب فينواز كوردن بلو كل دي بنيهات وسكة البنات ممنوع منعا بتن اضافة اي مادة دونية في التدبيلة سواء زبدة سواء زيت سواء سمنة ايا كان اي مادة دونية تخطر على بالك حلو الكلام دي لازم قاعدة اوه هنقلب دول مع بعض الجنباري لازم يشرب من التدبيلة دي كويس كده ولولو يتغير والله ات اشتر مني حطيه في التلاجة ساعتين زمن مفيش مشكلة في غير دلوقتي احنا كده ماشيين زي الفل ازاي التوبنج بتاعنا يمسك ويقفش فيها بطرقة لطيفة وانا معاكي دلوقتي حالا نعمين اوه ده كده حلو اوه السؤال ده مين سألوله اجبار سوزاحباد عاود ولا انت انا كنت منتظر سوزاحباد عاود يسأل السؤال ده لا قول لي بالله عليك طيب ليه ما نحطش مادة دهنية هو ده السؤال لا كنت منتظر حتى بس انا اجاوبت عليه كتير يعني اضافة المادة الدهنية لعمل البنية او فاية تدبيلة البنية بيفصل التوبنج بتاع الخلطة اللي انا بتابل بيها سواء فراخ او جنباري او لحظة طبيعي حتى بتلاحظ ان انت لو عايز تعمل زلابية بتحط المعلقة في الزيت وتبدأ تقطع عايز تعمل اي حاجة فالزيت بيخلصك بتعمل بلح الشام المعلقة بتحطها في الزيت بتخلصك فالزيت هنا او المادة الدهنية بتفصل ما بين التوبنج وما بين الجسم اللي انت بتعمله سواء فراخ او لحم او جنباري دي الاجابة بالتفصيل يعني هنحط المعلقة دي من النشب هنحط المعلقتين بس خلص ونشيف كل ده من هنا عصرة الليمون الحلوة بتاعتنا ونقلب كده لسه ما خلصتش شفت الجنباري اه قادسي بقا زي ما هو كده تاني شوية عصير الليمون شفت الخلطة دي مهمة جدا عندنا بقى ايه انواع كتيرة لبوضوع الكريزب ده ياما تجيبي بقسمات او فتات الخبز تحمصيها وتستخدميها ياما تجيبي رقائك الدورة ودي موجودة في ايه سوبر ماركت المسميات بتاعتها كلنا عارفينها في منها الابيض وفي منها باللون الاصفر الحلو ده كده اللي هو موجود معانا ده كده حسب الرغبة يعني اه حلو بقى كده الجنباري جاء كده انا اسسته انسي بقى بعد كده ان الخلطة تسيب في قلب الزين يبقى ثلاث حاجات مهمين جدا علشان الجنباري ده يطلع معاك الكريزب رقم واحد ايه وتحط اي مادة دهنية او عدم اضافة اي مادة دهنية رقم اتنين اضافة النشا في تدبلة الجنباري او تدبلة الحاجة البنية اللي تعملها عشان النشا بيديك سماكة وبيديك كريزب رقم ثلاثة اللي هي جاية دلوقتي حالا ان انت تاخد الخلطة دي وتحطيها في الكريزب بتاعنا وتسيبيه شوية يشرب منها دي مهمة جدا رقم اربعة اضافة معلش كمان اللي لازم الزيت يكون غزير ولازم الزيت يكون سخ هناخد الخلطة دي كده اه زي الفن تكنيك بقى عالي وانت بتشتغلي انت تحطوهم كلهم مرة واحدة زيب انا شغال كده عشان ايدك ما تشيلش من البقسمات ده او من رقائك الدورة وترجعت ايه عودة تسليك في ايدك من الخلطة دي دي بقى ايه مهارة تهوية اه رسوهم بالشكل ده كده وهعلمك دلوقتي ازاي تعملي كمية في وقت قياسي اه ان لسه مبتدين يحط الواحدة ويعودوا يرجعوا تاني يشيلوا ايديهم وهكذا لا انت بنفس الطريقة كده اه اه ونهزها كده اه نبدأ نحطي تاني شفت المطبخ بسيط وسهل خالص ازاي اه اه تاني اه اه زي ما انا اشغل كده اه لو حطيت ايدي دلوقتي مش هلقيها طبعا مليانة من رقائك الدورة اشيل ده من هنا الله مصلى عنه وتعالوا مع بعض نكمل الحكاية بتاعنا واحنا نشغلين نعلى طبعا عندك وقت تاخد الجنباري ده تحطيه في الدفريزر تجميد يعني درجة تبريد عشرين تحت السفر بتخليه لمدة ساعتين ثلاثة اربعة بيبقى طبعا لطيف وجميل الشكل ده كده اه شفت الجاو ده كده اه بعض المطاعم بتعمل ايه بقى عشان تقولك الجنباري ده جنبو انا بقلكم على اسرار خلي بالكم والله العظيم احنا ما عايزين منا حاجة غير روداكم علينا ودعوة حلوة ورودا رب كريم ايه هو يا عم الشيف يحط لك الجنباري ده في قلبه المية ويرجع يحطه تاني في الخلق وايرجع يحط في المية ويحط في الخلق ويرجع يحط في المية ويحط في الخلق ويرجع يحط في المية ويحط به تبته لوريا أو ده يطلع الجنبرييد كده تيدي تكلي قليلاE تلاك جوة كيفر كده كنانا حطونا في سندوق من العاجين والجنباري في الاخل تبص عليه كده باي حبيبي هو كزا الجنباري زي ما هو كده Sierra مش هنقليه دلوقتي هنعمل مع بعض الطبق لطيف مكارونا بالتونة هنشوف نعملها مع بعض ازاي مع تشكيلها من الخضر لطيفة وجميلة الخضر بتاعنا كوسة وجزر اللهم صلى عن النبي طبق الخضر او طبق المكارونا بالتونة المقادير على الشاشة مكارونا بنا وتشكيلها من الكوسة والجزر والسبانخ كوسة جزر سبانخ ومعانا طاصة شديدة الحرارة على النار ازاي نعمل مكارونا فيها محتويات كتيرة من الخضار والله حابة تضيفي سبانخ احنا معانا سبانخ على فكرة سبانخ من خير ارضنا زي الفل لوت انا حابة انها تشارك في طبق المكارونا ده والسبانخ غنية بالحديد للاطفال الحلوين وخاصة في المراحل الاولى من عمرهم المراحل الاولى من العمر بيتطلب ان احنا نهتم شوية باطفالنا ونأسسهم كويس لان فيه سن معين كده تقريبا عشرين سنة او تمنتاشر سنة على ما اعتقد يعني العلم اللي ابحاث العلماء بتقول كده ان خلاص العظم ما بيبداش يمتصل ايه الحديد ولا المعادن فبيتأسس الجسم خلاص خلق عشان كده لما حد بيجوا على الدوكاستر ولا حاجة يقولك سنه كام هل فيه محتمل ان هل فيه محتمل ان جسم العظم ده يلم نتيجة العمر فنتيجة كمان ان انا هيأسس اولادنا ان دايما في المراحل القلم العمر ويكون فيه نسبة حديد عالية في الاكل بتاعهم الكالسيوم مهم جدا والمعادن انا مش هستقول حضراتكم لان فيه تفاصيل كتير النهاردة والحال افاق شغل ولكن الزغلول الحلو في قلب الفردي خلي بالكم بلح البحر ده محش رز مع الفص الحلو ده كده قلب الصغير لا يتحمل هناخد بعدين وطلع الفص الصغير او اطراه وبيت تابعوني ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل عمل الماكارونا الرجالة شاطرين جدا بصراحة يعني يخشوا المطبخ يقولك انا هعمل النهاردة مكارونا بالتونة ايه ارتباط الرجالة الشاطرين في ان هما يخشوا المطبخ يعملوا مكارونا بالتونة الغربة لو احد بيتسافر مثلا بيتغرب اسأل حاجة بروح يجعل ليه سوبر ماركت جاي بقلبتين تونة شوية مكارونا سليقهم ويجي حاجة تعلم التونة ولكن فيه تفاصيل كتيرة في عمل المكارونا بالتونة لازم البصلية تتحمل كويس مع فاصيتوم واخد طعم البصلية بالخير قدنا مع معلقة زيت زيتون ومكاعم من الزبدة حتى الاحمرار جيدا ده مطلوب خلي بالك خدت ركاة بقى اللي جاية وصلع الحبيب قلبك يطيب اضافت معلقة من الدين الله عليك يا شيء الله عليك وعلى شاءوتك ها هو ده ها ديني حاجة اسمها ويت سوس حلوة شفت الجو دكي ها هو ده دي المدرسة تاني ونقلب كده شفت البصلية هنا ما بقتش بصلية بقى موضوح تاني بقى حدوتك يا رايك تنزل هنا بشوية زعتر او روزماري هو ده يلا الله عليك فين التونة احطي دي عالتونة احطي دي عالخضار اه اه دي التونة اللهم صلى عندي الخضار بتاعنا كوسة جزر العب هو ده شوية سبانخ مش هتقول لقا كل ده يا شيف اه ونشيل كل ده من هنا ونوسع لنفسنا بقى عشان نطلع بالزغلون التاني اللي في الفرن اه بس كده خلصنا المكرونة بالتونة طبعا شطار في تقطيع الخضار مخرجنا بيسل قطعة الخضار ده ازاي عشان التفاصيل الصغيرة بسرعة كده قطعناه ازاي اه الطبيعي بتجيب السكينة ونجي هنا اه وناخد كده فوق بعديهم اه بالشكل ده كده اه هيديك الشكل اللي هو التقطيع المسمى العلمي دي او الطهوي جوليان اه 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 الشكل ده اه اتعوار ايدي اه كده قطعتهم بالشكل اللي انت عايزة هناخدهم هم هم كده ونحطهم عندنا يلا حعلوا الكلام تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل شوية مكرونة بالتونة غطى الحلة معنا المكرونة هنا بتتسلي شفت المطبخ شفت شقاوت المطبخ اه 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 لسه دي مكرونة بص عليها بص عليها بخريك ده الجميل اه المكرونة اه يا ويلي يا ويلي هو ده هو ده هو ده اه هو ده التست عالي تحت الطعم الجميل تحت في قلب تحت السبانخ في البداية خالص فاكرين ولا افكركم زيت زيتون بصلة نعمة تومة نعمة نزلت المعلتين دي اه 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 والمية بتاعت المكرونة ايه المطبخ الشاي ده ايه المطبخ السهلي ده ايه ده ده انا جوزي بيخشي كاركب المطبخ بتعمل ايه حبيبي اعملك مكرونة بالتونة مدام اه هنغطي الحلة وانسيبها وإحنا مع بعض كده اه اناية اه ايه رايك او ده او ده وتجيبي التونة السليمة الكتعة اه نغطي الحلة دي عم تشيف وانسيبها اغطيها بقى عشان معناش وقت ايه رايك حبيبي قلبي ايه اه طمم ناخد بعدنا دلوقت وانحمر الجنبري معانا سوس جبنة هنعمله للجنبري سوس الجبنة ده الجبنة اللي انت حبها ممكن مزرلة ممكن شيدر ممكن برمجان حسب الرغبة تفاصيلها شوية حليب على النار الله مصلى على النبي وانسيب الحليب ده يسخن كده زي الفن تمام وناخد الجنبري بتاعنا اخبار الزيت ايه 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 وقت غزلني الله يرد عليك نبدأ نحمر مع بعض الجنبري عشان عايز نطلع بالجندفلي الله مصلى على النبي تعال يا عم الجنبري اخبار الزيت طب نشيك على الزيت ازاي سيخن ولا مسخرش ازاي اضحي بجنبرياية قلب الصغير لا يتحمل الطريقة لطيفة كده صغيرة خالص شيء شاء مية صغير اه العب هو ده السود ده تمام او ده عشان لو حطيت جنبرياية واحدة بس هزعل لاقوي هتشتب زيت من اه يلا الله مصلى على النبي العب اه مهم جدا دبلت الجنبري بالطريقة دي لازم تسيبيه شوية يا اما في التلاجة يا اما تسيبيه زي ما هو في التدبيلة وحزاري البيب الصغير عندك بنوتك طفل الجميل ابنك راجع من المدرسة قاعد في البيت بيستلة شم ريحة الجنبري وانا لقيته نطع عندك في المطبخ يقلب لا خالص اه و اتقرب منه زي ما انا شغال كده اه زي ما انا شغال كده خلي بالك اه تقليب بعدين لان الجنبري هنا في موقف حساس توبنج بتاعه في موقف حساس خلي بالك هتزود شوية زيت ونرجع تاني نكمل وانا واقف كده زي الفن التقليب امتى حالة دي بقتي نصبر شوية زي الفن تمام هزة كده هزة بس خلاص تعالوا شوف مع بعض اخبار بلح البحر ايه عم تشيف هاتي الكبير هنا العب صلى على الحبيب اللي هي عليك وافتح الفرن يلا بص على الحلوة اللي معايا اللهم صلى على النبي جيب الفرن هه يلا اللهم صلى على النبي اللهم صلى على النبي ايههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اوه ده الله امي اصلا يوم حلوه وما صلى على الحبيب عشان اشير الحلة اللي بش هصلا على الحبيب مش هشلك الحلة اوه ده اللي مش على الهواء tengo للايمانا ذلكهم يود كلهم فسفورة عالي جدا لان الجندفلي وبلح البحر والقشريات بتبقى اكتر حاجة غنية باليود الليه عارفين بيبقى فيه زحمة كده ببيد القشر وبعضه مهما غسلتيه طعم القشري فيه اليود خلي بالك غير الاسماك العادية مجرد ما بتنظفيها وتشيل بطنها خلاص اما القشريات بيبقى فيها نسبة اليود عالية جدا الليه ريحة البحر وطعم البحر زي الفن نشيل ده من هنا حاضر عينيه عايز شوفوا الماكرونة وسلتلي فين تدفع كم ما نعمل سوس الجبنة الاول واحنا مع بعض اللهم صلى على النبي مضرب صغير عشان سوس الجبنة اخباري الحليب ايه زبدة ياخد شوية زبدة فين الزبدة اه تمام لا مش هقلب الجباري دلوقتي خالص خلي بالك ده بيتقلبش من الاخطاء الشائعة انك تحط بانيه في قلب الزيت بالطريقة دي وتقلبيه كتير سيبيه زي ما هو كده اه ده زبدة عشان هعمل سوس جبنة دلوقتي فيك تخليه سبايسي جوزك بيحب اللو سبايسي حطوله على جنب اه بص عالجنباري بقى بص عالحلوة بص عالحلوة بص عالقرماشة او 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 قربين في حاجات كده بيصعب عليا شابيب انت عام انت حبيب حبيب او او اه او اه خلاص كده او خلاص خلص ياله تمام بص عالمكارونة بص عالحلاوة وصلى عالحبيب ايه الجمال ده عمشي ايه الحلاوة دي ايه الجمال ده اه خلص ما كنا بالتونة اوه ده الله مصلى على النبي الله مصلى على النبي الله مصلى على النبي بكرنا استوت السبانخ استوت الالوان الجميلة من خير ارضنا سبانخ جزر كوسة ايه الحلوة دي عمشي ايه الجمال نعم نقدر نعملها بالفراخ بنفس الطريقة بس في الحالة دي طبعا الفراخ هنسويها شوية غير التونة ما عايز نعملها بالسلب ونعملها بالسلب والنفس الطريقة يلا اه حالة يلا نغرف المكارونة دي بسرعة اللهم صلى على النبي مكارونة هنغرفها نخلى هنا بسم الله الرحمن الرحيم دي المكارونة خلاص ايه الحلوة دي عمشي الف هنا وشفها الجمباري بتاعنا خامان خالص وعلى فكرة موضوع الجبنة ده اختياري حابة تحط جبنة اهلا وسهلا ناخد الجمباري الحلو ده كده ده سمع الصوت سمع الصوت الشائي ده كده اوه ده اوه ده اه يلا هنا حلقة النهاردة فيها تفاصيل كتيرة فيها معلومة غير معلومة الجمباري ده بقى كرزب ازاي ان انا محطتش اي مادة دهنية في التحمير خالص زي ما حضرتكم شفتو دي مهم جدا على فكرة قدرت ان انا عمل طبق مكارونا غاني بالخضار علشان اعوض الصفرة بتاعتي بعليها تشكيلة بالخضار عملت طبق جامد جدا وجديد لأول مرة اللي هو الجندفلي المحشي او بلح البحر المحشي خلطة مغازية اللي هي ريزيتو بالتفاصيل بتاعتها يعني النهاردة خليها سمك ولكن الطعم طعم تاني واكيد شكل تاني رؤية فن ابداع بتشوفوا كل يوم عشيش تقرارات الأولى والفضائر المصرية من ماس بيراد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة